علي مصطفى لوان من دولة نيجيريا تلك الدولة التي تلقب بعملاق أفريقيا والتي سطعت نجومها وأشرقت شموثها على جبين الركن الغربي للقار السمراء جئت من هذه الدولة وتحديدا من محافظة كانو التي تقع في شمال نيجيريا هذه المحافظة التي تتميز بأسوارها المتعددة وأهرامات الفول السوداني وأناسها الطيبين الذين يكرعوا المسك من حياضهم أعمل مدرسا بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة كما أعمل مذيعا ومحررا ومترجما بالهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية اللحظة التي اكتشفت من خلالها أنني شاعر كانت لحظة مليئة بالحزن والألم كان هناك أهد الأصدقاء الذي وفته المنية فبعد هذه الحادثة أخذت القلم وكتبت بعض الكلمات تعبيرا عن الحزن الذي يختلج في داخلي الجو العربي الذي ترعرعت على أحضانه في دولة نيجيريا والملية بالعلماء والمشايخ الذين أتقلوا اللغة العربية وحفظوا التراث الإسلامي هو الذي ساعدني وشجعني كثيرا على أن أكون شاعرا وعلى أن أتمسك بإزمام الكلمة والشعر والعبداع البيت الشعري الذي يستفزني ويحرك مشاعري هو البيت الذي يقول فيه نزار قباني بعض النساء وجوبهن جميلة وتسير أجمل عندما يبكين مقشر في جبيل الفجر أسئلته يرخي على شحقة التسبيح أمنيته مخدوضر في أبو ظبيل وضحكته تزجي إلى مرفأ الأيتام سنبلته يمشي على شاطئ الأحلام مرتديا زريابه كي يذيق الكون أغنيته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية بحجم السماء واتساع البحر من دولة نيجيريا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة النص بعنوان دمعة تتآكل في شفة الرمل إهداء إلى الذين تعطلت مراياهم كطائر في حنايا شحقة عثرا أمشي وفانوس بوح في فم كسرا كحيرة في ربيع اليوتم جائعة تهدهد الغيم كي يرخي لها شجرا كشارع في زوايا بلدة جلست شموعها في ليال تشرب السهرة أمشي إلى وجهة ثكلا هناك معي من المواعيد حقل يشتهي المطر على المقاهي تفيد الأغنيات رؤا لم يحتس الليل من أشداقها الوطر على المقاهي تفيد الأغنيات رؤا لم يحتس الليل من أخداحها الوطر ومنذ دهرين شاخت غير مدركة هذه المرايا فلم نقطف بها سورا تلك الحكاية التي جفت بحنجرة لم ترتشف نهر طفل حينما عبر صلت خطيئة تفاح على أفق تستدرج الغيب كي لا يشعل القدر وانداح في الليل ذل قد من جسد معلق شف للحلاج ما استترا هناك بوء سماوي يقشره كف المسافات لم ننبت له شجرا هناك بوء سماوي هناك حدث سماوي يقشره كف المسافات لم ننبت له سفرا أحداق عطر الذي سالت مدائنه مخضرة الخط في أثواب نندثر للآن أمشي معي بئر معطلة وصبية ألقموا أحشاءها الحجر تآكلت في شفاه الليل أسئلة تآكلت في شفاه الليل أسئلة وشرفة الروح هل تصطاد لي قمرا ماذا سيورق في التأويل قد ضمئت هذه المرايا وشيء من يد تثر وشكرا من أرض الطبيعة نرحب بالشاعر علي لوان هنا في أبوظبي مستقر الله بالخير ونتعرف معه على آراء لجنة التحكيم والبداية مع الدكتور علي هل وصلتك آمال الشاعر علي في قصادته التي رسمها من أجل المحبة والتسامح والسلام بالنسبة للأمال قد تكون قد وصلت إن كنت يعني تعني بالأمال هذا الحديث السوداوي المتشائم جدا في كما تجلى في هذه القصيدة فعلا القصيدة تنزع لهذه النزعة وكنت أتساءل لماذا يا علي يعني نرى القصيدة التي تستخدم ضمير الأنا تتحدث بصورة أو تقدم لنا ذاتا حائرة تعطلت مراياها حتى بدت حديثا متشائما مربكا مرتبكا ومراوغا في الآن نفسه هذا التشاؤم والإحساس بالفجيعة كما يتبدأ في هذا النص هو الذي جعل موجة نظري صورة المتحدث تتباين وربما تتناقض فيبدو طائرا كما تشير القصيدة ثم حيرة ثم شارعا وهذا التباين في الصورة الذي يجمع بين الكائن الحي والشعور والمحسوس ينبع عن الطراب وعجز عن إدراك المواهية أتمنى أن لا تكون لكورونا وللعزلة يعني مثل هذه الصور السوداوية تتولد صور عن صورة الذات لا تقل ارتباكا وانفصاما عنها الوجهة التي يسير إليها الشاعر ثكلا الأغاني بلا ليل يحتضنها الحكايات جافة ثمة حدس سماوي لا يتحقق عطر يتلاشى أريجه بئر معطلة أسئلة تتلاشى وتموت ما عدى الأسئلة التي تربكنا نحن القراء عندما نقرأ ونحن عندما نشاهد أيضا ينبع سؤال الشاعر في النهاية ماذا سيورق في التأويل سيورق في التأويل كل شيء رغما عن الذين يريدون تحريم التأويل إن القصيدة وصلت إلى طريق مسدود القصيدة ذات لغة شعرية تصويرية وذات إيقاع شجي وقدرة بلاغية جيدة لكنها مغرقة في تشاؤم وحزن وسوداوية أيضا تتميز القصيدة هذه في التكرار الذي يقلب المعنى بصورة متكررة يفضي إلى النتيجة نفسها مما يقلل من جاذبية النص وهو نص كما تشير كالقمر لكنه قليل الجاذبية شكرا جزيلا شكرا دكتور علي ودكتور عبد الملك ما الذي لفتك في قصيدة علي يا علي مساء الخير علي يا دكتور كل إفريقيا مجسدة فيك الله يخليك تسلم قل لي كم يتحدث العربية من النجيريين ممكن 30% يتحدث اللغة العربية الفصوحة شي جميل لا يعني لابد أن تترشح للجامعة العربية لا يخليك يا دكتور كيسلام عنوان قصيدتك عنوان شعري يمتد إلى ظلال من مكتفات المعان وفيه تشخيص لما لا يشخص فإذا الدموع تتأكل في تتأكل في شفاه الرمال كاتبت الهمز كاتبته على النبرة نعم لا تكتبه على السطر مباشرة قلت قد ضمئت وكاتبت الهمز على الألف أيضا فهنا تكتبه على النبرة بسيط شعب المعاصرين لا أقولها ولا أحد يسمعوني أنا متأكد من هذا ولا يعملوا برأيه أنهم يقولون جميعا مرايا ولا توجد ولا توجد مرايا وأنا شخصيا استعملتها في شباب هي مراء الجمعو لأن مفرد المرايا مرية تمام وهي الناقة التي تفقد فصيلها وتظل حلوبا فهذه مرية وتجبعها العرب على مرايا فالمرأة جمعها مراء ويقال ذلك في الحكاية أيضا فالحمض النووي الذي أزعب أنني استكشفته في العرب هي الحمض النووي ليس حكية وإنما حكاية وحكاية لا تجبع على هكذا على حكاية لكن أنا قلت هذه الملاحظة دون أن أحاسبك عليها دون أن أحاسبك عليها لأنها شاعت بين الشعراء والكتاب المعاصرين فلا فائدة نعم نعم قدمت لنا ماذا أقول إنك قدمت لنا قصيدة بديعة جدا انظر إلى المطلع كطائر في حنايا شهقة عثر يا سلام على هذا الشعب الجميل وكررتها تشبه في بدايتي بيتين آخرين وتيك الكافات زينت هذه الأبيات فزدانت بها وأبدعت في قولك منذ دهرين شاخت غير مدركة هذه المراء فلم نقفف بها صورة صورة ولعل البيت العاشر أن يكون بيت هذه القصيدة كما يقال البيت القصيدة هناك حدس سماوي تقشره كف السماء المسافات لم ننبت له سفر فهنا تكثيف للغة وهنا تحميل تحميل الألفاظ بإثقال من المعاني والدلالات صوفية ملهمة وحب معتق ووصف مكثف ووجدان مصور أتحفتنا بأجمل قصيدة في هذه الأمسية شكرا شكرا يا دكتور شكرا دكتور عبد الملك دكتور صلاح الكلمة أهلا يا علي أهلا يا دكتور أريد أن أسألك تمام عندما تفكر في نظم الشعر هل تفكر أولا باللغة الناجيرية ثم تحول ذلك إلى العربية أم تفكر ابتداء بالعربية أفكر ابتداء باللغة العربية حقيقة نعم مع أنها ليست اللغة الأمة لك نعم ولكن أنا تعلمتها وقتا أن كنت في مهد الصباح من أن كنتك السابعة من عمري جميل أنت في التقدمة تمثلت ببيت لنزار قباني نعم لسه من مدرسة نزار قباني السهلة على الإطلاق تمام أنت من مدرسة أبي تمام تمام يا دكتور لأن شعرك مكسف وإلى حد كبير يجفو عن الإعراب ليمعنا في الإغراب لك صياغات عجيبة تقول الشيء بطريقة غير مباشرة لا تكاد من يسمعك يفهمها لابد أن يقرأها مرة ومرتين لكي يفهم تركيب البيت عندما تتوالى تشبيهاتك مثلا فتقول كشارع في زوايا بلدة جلست شموعها في ليال تشرب الصهرة الشارع في بلدة جلست زواياها شموعا تشرب الصهر عجيب أمر هذه الصياغة المركبة والمتكلفة لكي تصنع شيئا في عدد ضخم من الانزياحات اللغوية تحتاج إلى من يشرح هذه الأبيات الإبداع في الصياغة يا علي ليس أن تلوي عنق الجمل ولكن أن تعبر عنها بتلقائية جميلة وشفيفة ويتلقاها ويتشبع بها من يقرأ ومن يسمع معا لأن اللغة هكذا تعطي جوهرها لمن يتلقاها نعم الفكرة الأساسية عندك هي فكرة تقادم الزمن وهي فكرة محورية تعبر عنها بشيخوخة المرايا وأحسب أنها مبتكرة وجميلة إلى درجة كبيرة شكرا يا دكتور أحيانا تنتقل انتقالات مفاجئة من إشارة إلى آدم عندما تقول خطيئة التفاح إلى إشارة أخرى إلى الحلاج هذه الانتقالات المفاجئة تربق قليلا القراء لكن قصيدتك تشف عن ثقافة عربية عالية وتمكن لغوي متين وانتماء إلى أعرق مدارس الشعر العميقة التي تحتاج إلى تأمل وتسقي تروي من يقرأها ويعيد قراءتها مرات أهنئك عليها شكرا يا دكتور صلاح شكر موصول للجنة التحكيم وبالتوفيق للشاعر علي لوان